احنا محتاجين نفهم المشهد بالكامل معايا الاستاذ فراس ابو هلال رئيس تحرير صحيفة او موقع عربي 21 ميكتروني استاذ فراس انا محضرتك اهلا بك سيدي اهلا وسهلا معي ايضا الاستاذ سامر عن تباوي الخبير في الشؤون الاستاذ سامر اهلا بك اهلا بكم تحياتي لك يا سيد محمد استاذ فراس بعد اذنك نبدأ بالاستاذ سامر لان احنا عرفناه في الاخر استاذ سامر كيف استقبل الشارع الاسرائيلي ما اعلنته كتائب القسام عن اسر جنود ومصابين واحياء وجسس لهم في عملية جبل معنا تحية لك ولي ضيفك الكريم ولمن يشاهدنا عزيزي محمد الحقيقة انه كان بالامس الكل الاسرائيلي والكل الفلسطيني بل كل العالم يترقب ماي الكريمة المفاجئة والاتذات المضمون المختلف لابو عبيدة والتوقعات يعني ذهبت باتجاهات مختلفة من ضمن هذه التوقعات كان الاسر ان هناك اسر جديد لدى المقومة هذا الموضوع بالنسبة للداخل الاسرائيلي عن الكثير الكثير لماذا؟ المنظومة الامنية والسياسية الاسرائيلية رفعت شعارين اساسيين او ثلاث شعارات بالتعب بالاحرى الشعار الاول القضاء على المقاومة والشعار الثاني جعل السيطرة على قطاع غزة وعدم جعلها منطقة تشكل خطرة على دول تعتلال والشعار الثالث او الهدف الثالث هو اطلاق صراحة الاسراء في طيرة محو ثمانية اشهر من العدوان والضرب والقتل والاستهداف الذي اودى بحياة ايضا جزء من الاسراء لدى المقاومة بدل ان تقوم النخبة الاسرائيلية بعملية اطلاق صراحة لهؤلاء الاسراء لدى المقاومة اعطت المزيد من الاسراء هذه النخبة باسلحة النخبة بخوات النخبة طبعا هذا بالنسبة للداخل الاسرائيلي امر موجه جدا موجه من ناحية ان الجيش الاسرائيلي يتلقى ضربات واحدة والاخرى ان الجيش الاسرائيلي لا يستطيع تحقيق اي من الاهداف اداء القيادة السياسية تتخبط الخلافات تعمل في الداخل الاسرائيلي العالم اصبح يقرح دولة الاحتلال كل العوامل التي ذكرتوها في تقريركم بدأت تكبر وتظهر بشكل جلي للداخل الاسرائيلي لذلك تقبل هذا الموضوع طبعا صدقوا ولم يصدقوها قالي الناطق باللسان الجيش الاسرائيلي لانه اصلا بداحة بروتوكولية وغنطقية وسياسية ايضا ان يخرج الناطق الاسرائيلي بعد دقيقة من اعلان بيضة هذا الاعلان لينفي هذا لا يعتبر اصلا في المنطق في المنطق العقلي هذا النفي لانه حتى ان كان هناك فعلا قد يكون لا يمتلك هذه المعلومة وبالتالي الداخل الاسرائيلي يصدق المقاومة اكثر بما يصدق الجيش الاسرائيلي ولذلك هذه كانت ضربة يعني مختلفة عن ضربات كثيرة ومؤشر خطير ونخلة نوعية مختلفة عما يسبقه اذا كان سمحت لي في تلخيص صغير قريب مما تفضلتم بمقدمتكم انا دائما في كل لقاءاتي اعرف المرحلة التي نعيشها الان بمعادلة بثلاث عوامل ثلاث عوامل الاساسية العامل الاول هو التراجع السريوني بكل المجالات الضعف عدم القوة عدم التأثير عدم نضوج المواقف السياسية الخلافات بين الجيش والمقاييرات السياسية الخلافات داخل خيالة السياسية نفسها المظاهرات التي تعم دولة الاحتلال عدم القدرة على تنفيذ اي شيء الضربات التي تلقى من المقاومة كل هذه المعادلات في جانب واحد هي العامل الاول في المعادلة التي نتحدث عنها العامل الثاني هو صمود وبسالة وقوة المقاومة التي فعلا استطاعت ان تكبر الاحتلال الاسرائيلي الخسائر وترفقه بالخسائر ليس ذلك فقط يعني نتنيه دعا انه سيدقل الى رفع لان هناك اربع وحدات او وحدتين للمقاومة يريد القضاء عليهم للقضاء على كل المقاومة لانهم قال انه بالقضاء على المقاومة في الشمال والوسط لنستنتج انه في جبال اليوم وفي دير البلح وفي الشمال واليوم خرجت الصواريخ الى تل ابيب ان المقاومة ثابتت وصمدت وستطاعت ان تكبر الاحتلال كخسائر كبيرة ترهقه بشكل كبير وترهق الجيش وتكذب قالت روسياسيين العامل الثالث هو العامل الدولي العامل الدولي بدءا بالمظاهرة والاعتصامات في الولايات المتحدة مرورا بقرار الجنايات الدولية باستجلاب ديتنياهو وقالت لذكرات توقيف مرورا ايضا بمحكاة العدد الدولية التي امرت بوقف العدوان على رفع ايضا مرورا بالاعترافات الدولية والتحاد من الاوروبيين بالدولة الفلسطينية والتغير المزاج العالمي بشكل كامل تجاه دولة الاحتلال وبدء عزل السياسة الامريكية الاسرائيلية تماما كما حصل في جنوب افريقيا في نظام الفصل العنصري بالتالي هذه المعادلة اذا جمعناها مع بعض نصل لنتيجة ان دولة الاحتلال تخسر امنيا تخسر سياسيا تخسر اخلاقيا تخسر بكل المعايير تخسر والمقاومة الفلسطينية تكتسب الرؤية العالمية تكتسب تبني الرواية الفلسطينية وربط الرواية الاسرائيلية بالكامل اذا ما الذي حققه نيتنياو وزبراتو الذي يحاول ان يحمي هذه الحكومة المجمينية المتطرفة يحاول ان يحمي المشروع الصيوني ويحاول ان يحمي ابنه الشخصي وواصل في كل ذلك فشل وفشل يتلو فشل في المعادلة في تتجاه هذه المعادلة نعم طيب استاذ فراس العواجي الاخيرة بتقول انه جيش الاحتلال قصف عشر مراكز نزوح تابعة للانروا مناطق ومراكز النزوح المستدفة هي مناطق اعتبرها الاحتلال كان بيعتبرها امنة وقصفها رسالة الاحتلال مستدفة مراكز نزوح يعني المحرقة الفلسطينية مستمرة وبيحثوا المحكمة الدولية على يعني ملاحقة مجرم الحرب في علم المعارك استاذ فراس وحددك قدرى مني والاستاذ سامر اكيد يعني بان في معركة دائما بيعملها الخاسر وهي بيسميها المعركة الاخيرة او الهجوم الحاسم وبتكون شديدة تركيز وتتسم بالغباء الشديد وانا مش لقيلها مصطلح تاني حضرتك قدرى بقى بالمصطلح حد لكن شفناها في حروب كتير ان الخاسر بيعمل معركة نهائية بيسموها المعركة او هو بيسميها المعركة الحاسمة الى اي مدى يعتبر هجوم اسرائيل الان على غزة او منذ قليل هو المعركة الحاسمة او الهجوم الاخير او اللحظات الاخيرة ام انها رسالة الى المنظمات الدولية زي محكمة العدل بانه اوراقكم او احكامكم لن تمستني ولا تعني ليش انا اعتقد بان الجريمة الاخيرة التي بتكبت قبل قليل في رفح تحمل رسائل المتعددة الرسالة الاولى الى الداخل الصهيوني للقول بان ما نشرته المقاومة امس لا يعني بان الجيش الاسرائيلي سينهي عمليته الاجرامية في قطاع غزة عموما وفي رفح خصوصا ثانيا هي رسالة للمعارضة الاسرائيلية التي تزايدت اصواتها التي تطالب بوقف عملية رفح ايضا هناك اصوات اكاديمية وصحفية تتزايد منذ السبع القليل القادم وخصوصا في الايام الاخيرة التي تدعو الى انقاذ اسرائيل من ما اسمته مستنقع رفح وايضا دعوات لبيد لوقف الحرب والتوقيع على صفقة التبادل اعتقد بأن هذه رسالة ايضا للمعارضة الاسرائيلية وللأصوات بشكل عام لاستمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة ورفع تحديدا ثالثا هي رسالة للأمم المتحدة ممثلة بمحكمة العدل الدولية التي هي الجهاز القضائي الدولي التابع لأمم المتحدة لتقول لها وأيضا للجنائية الدولية ولرئيسها كريم خان بأن دولة الاحتلال هي دولة تعتبر نفسها فوق القانون وأنها غير معنية بوقف العدوان ووقف جرائم الحرب إضافة لذلك طبيعة الضربة القوية التي وجهت اليوم إلى المدنيين فيها ملمحان الملمح الأول الذي تفضلت به هو أن كما يقال بالعامية الفلسطينية ضربة مجف يعني يعلم بأنه سيذهب من المكان الذي هو فيه فيضرب ضربته الأخيرة هذه الضربة أيضا لها بعد آخر وهو بعد انتقام جبان يشبه كل أو معظم ما قامت به دولة الاحتلال خلال هذه الحرب العدوانية وهو الانتقام البدائي هذه العصابة تتصرف كما يليق بها كعصابة وليست كدولة أو كجيش يريد تحقيق أهداف عسكرية وسياسية وإنما تمارس الانتقام على طريقة العصابات ولذلك رأينا دائما كلما أعلنت المقاومة الفلسطينية أو أحد أركانها عن عمليات ما موجعة في صفوف جيش الاحتلال جاء الانتقام بعد ساعات أو بعد لحظات أو خلال اليوم التالي من المدنيين الفلسطينيين هذا حدث عشرات المرات خلال هذه الحرب وأصبحنا نعلم بأن بعد أي بيان مهم للمقاومة الفلسطينية فيه عملية مختلفة نوعا ما نعلم بأن هناك جريمة كبيرة ستحدث في صفوف المدنيين وأنا أعتقد بأن هذه العملية هي رد انتقامي بدائي يليق بالعصابة التي تحكم هذه المستعمرة في فلسطين للرد على ما قامت مستسفرانسي يعني هي حدثك قلت أنها بتحمل مجموعة رسائل وذكرت الرسائل لمين ولكن حدثك قلت اتفقت برضو أنه رب ما تكون الهجوم الحاسم أو الهجوم الأخير ولكن حدثك برضو قلت أنه هي رد على أسر أو على خبر أسر خليني أمشي ما حدثك في الخط بتاع أنه الهجوم الأخير كما تقول استراتيجيا العسكرية في الهجوم الأخير دايما يقول العساكر أنه الهجوم الأخير بيكون الهدف منه هو غبي ولكن بيكون الهدف منه هو الضغط على العدو فإذا اعتبرنا أنه الهجوم الأخير طبعا أنا متفق مع حدثك أنها فيها رسائل ومتفق مع حدثك كما تسمي العسكرية بيكون هدف الضغط على الخصم أو العدو وبيكون الفكرة فيه استخدام التكتيكات المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة ولكن هنا لا يوجد استخدام للتكتيكات المتقدمة دايما بيضرب بغباوة مناطق أو اعتبرها أمنة إضافة إلى أنه ما الهدف من الضغط هنا على الخصم نحن بنقول الخصم اللي هو على فلسطيني ما الهدف الهدف الرئيسي هو الضغط على المفاوض الفلسطيني من خلال الإيلام في صفوف المدنيين هذه سياسة متبعة في كل الحروب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ولكن أو حتى ضد الثورة الفلسطينية حتى في عام 1982 وغيرها من الحروب التي خاضتها دولة الاحتلال مع المقاومة الفلسطينية منذ طلاق الثورة عام 1965 هي تريد أن تضغط على المفاوض من خلال إيلام المدنيين نحن نعلم بأن المفاوض الفلسطيني هو ليس أجنبيا هو ليس قاطع طريق هو ابن هذه الأمة ابن هذا الشعب وبالتالي يؤلمه ما يحصل من ضحايا بسبب الأدوان الإسرائيلي دولة الاحتلال تريد التأثير على المفاوض الفلسطيني لتدفعه للقبول بما رفض القبول به في الجولات السابقة خصوصا أننا على أعتاب جولة قريبة من المفاوضات كما نشر في وسائل الإعلام بعد اجتماع في باريس بهذا الخصوص وبالتالي ما يوراد هو الضغط بالدم على المفاوض الفلسطيني الأمر الأمر الآخر أنا أعتقد أنه بالغ الأهمية وهو أن جيش الاحتلال ومجلس الحرب ككل وليس فقط نتنياهو لأن هناك أحيانا يتم الحديث فقط عن نتنياهو وكأنه هو المجنون الوحيد في دولة الاحتلال والحقيقة أن مجلس الحرب جميعه يتفق على ضرورة إكمال العملية في رفح أهمية هذا الأمر بالنسبة لهم هو أن يقولوا للجمهور في دولة الاحتلال بأن النصر اكتمل هم يقولون الآن يروجون بأنهم ضربوا عشرين كتيبة أو تسعتاشر كتيبة من كتائب حركة حماس وأن هناك أربع كتائب بقيت في رفح فإذا اعتمدوا بأن ما تم هو قضاء على تسعتاشر كتيبة فهذا يعني بأن القضاء على الكتاب الأربع المتبقية حسب قولهم هو الذي يمثل النصر لذلك نعتقد بأن عملية رفح ستستمر ربما لأسابيع اثنين أو ثلاثة يعني مش تلوقم حاسم يا أستاذ فراس أنا أعتقد بأن الأستاذ سامر متابع للشعر الإسرائيلي أكثر مني ولكن أنا أعتقد بأن مجلس الحرب في قرارتي نفسه وفي كل أركانه يعلم بأن بأنه لا يوجد ضربة حاسمة بعد ما حصل خلال هذه الأشهر الثمانية أو أكثر من الجرائم ومن القتل ومن التدمير لا يوجد ضربة حاسمة ما هم ضربة حاسمة بيسموه ضربة حاسمة قبل الانسحاب العسكري يعني قبل الفشل أنا فهمت الطرح الذي تفضلت فيه وأتفق مع التوصيف ولكن أنا أقول بأن الحسم بمعنى إنهاء ظاهرة هو لا يقصد هكذا هو يقصد الحسم معنى أنها ضربة قبل الانسحاب الطرف الخاسر بيعمل ضربة غبية قوية جدا الهدف منها الضغط على الخص قبل أن ينسحب مش حاسمة لل نعم نعم فهمتك وفهمت التوصيف هذا أنا ما أقوله بأن هذه الضربة هي ليست الضربة الأخيرة أوكي وصف يعني تحليلي بأن هناك أمامنا أيام أو أسبوعين إلى ثلاثة طبعا التحليل في ظروف مثل هذه الظروف هو مغامرة صعبة ولكن أنا أعتقد بأن أمامنا أسبوعان أو ثلاثة من الجرائم الإسرائيلية ورد المقاومة أيضا في نفس الوقت حتى تستطيع دولة الاحتلال أو يستطيع مجلس الحرب أن يقول نحن فككنا كتائب حماس جميعها نحن قضينا على فصائل المقاومة والآن يجب أن نفكر باليوم التالي وأن نبحث في صفقة تبادل يعني موضاء أستاذ فراص في عرف المعارك دي هذه المعارك لا تنتهي بخسر أو فائز بتنتهي دائما بما يسمى في السينما فيد أوت يعني السنوات التي بدأت أعي فيها وأقرأ فيها الصحفة أن هناك حالة واحدة هي في حصلت في إقليم التاميل في سريلنكا عندما تم القضاء تماما على المتمردين أو الثوار أو سميهم ما شاء لكن لا ما فيش التاريخ لا يذكر أنه في معركة قضية فيها على المقاومة فعلا أنا أروح للأستاذ سامر بعد إذنك أستاذ سامر أول مبارح كان في مقال توماس فريدمان الصهيوني على نيويورك تايمز وهو استعان في هذا المقال بأصدقاء لي صهاينا مسؤولين أو غير مسؤولين وكان يتحدث على أنه على نقطة مهمة أنا بس هاخد منها نقطة دلوقتي أن الصدمات اللي بين أوروبا الغربية وإسرائيل والأترافات دي ستدفع هو يرى كده يعني ستدفع بقارة المعارضة الإسرائيلية إلى الأتراف بفلسطين والمضي قدما في مخترح حل الدولتين كيف ترى وجهت هذا الترح من كاتب معروف بميور الصيونية لا شك وتمس فريدمان بتاريخه المعروف ويقدم نصائح لحركة الصيونية وهو فعلا في رب المتقد الصيوني وكل كتاباته تدرج في هذا الإطار هذا مشاهد منذ سنوات طويلة عندما يتحدث الآن بهذه اللهجة ويقول أن المجتمع الأوروبي والأوروبية الأوروبية الغربية الآن تتجه للإعتراف بالدولة الفلسطينية كما حصل في موضوع جنوب أفريقيا وعزل أنا أعتقد أن الأمر فعلا يشكل هذا الخطر بشكل كبير ولكن لنعود قليلا القلب حتى نعرف هذا الموضوع يعني حضرتك أستاذ محمد سألت ضيفك الكريم وفعلا بالعملية الفلسطينية كنت سأقولها بابتسامة في الآياب يضرب ويغادر يعطيك قفاة ويغادر عندما بعد ما يضرب لكن أنا ما أشاهده الآن في الحركة الصيورية والامتداد وأتفق مع الأخفر في موضوع أن مجلس الحرب كله متماسك في عملية الدخول إلى رفح والاستمرار في الحرب وبل الاستمرار في كل الحرب على قطاع غزة رغم كل السلبيات التي تواجهها المجتمع طبعا في ظل هذا كله الارتدادات العالمية من الاعترافات من الأوروبيين من كذا لا يعني لا أقول لا تعنيهم ولكن لا يأخذوها مأخذ الجد في العملية الموجهة سوى اتهام الآخرين باللاسامية واتهام الآخرين بأنهم يكرؤون الإسرائيل واتهامات جزافا بدأت باتهام كريمقان ثم المحكمة العالمية الآن يتهم الأوروبيين في هذا الاتهام ولكن التسلسل هو يمشي بهذا النشاط رأينا في بداية الأحداث أن أوروبا كانت في العباء الأمريكية والعباء الإسرائيلية بالكامل ومتبنية كامل الرواية والسرنية الإسرائيلية ثم الآن تحولت بضغط شعوبية باعتبارها تقول أنها تدافع عن الحريات والديمقراطية في العالم وحقوق الإنسان لا تستطيع الدفاع عن كيان يقوم بقتل نحو 40 ألف إنسان ويبيض ويمنع الأذوية وكل ذلك يتجه إلى المواجهة فتجهب بالبرحلة الأولى للقول أن نعترف بالدولة الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني أن يكون دولته هذا تغير على المستوى العالمي يؤثر والأوروبي يؤثر كثيرا على الداخل الإسرائيلي ولكن نتنياهو مرة أخرى وزمرته المتطرفة اليمين المتطرف الجنوح اليمين المتطرف في دولة الاحتلال لا يرى الآن إلا عقدة الانتقام والقتل وإنهاء الشعب الفلسطيني كل ما تلقى ضربات أقوى كل ما شعر بأن نهايته اقتربت وبالتالي كل ما ذهب بالغروب إلى الأمام وتصعيد أكبر باتجاه ضرب رفع وضرب المدنيين وضرب كل ذلك في نفس الإطار بالمناسبة عندما تراجع الداخل الإسرائيلي وتتحدث عن هذه الإخفاقات تقول أن مخيم جنين بنصف كيلومتر مربع لم تستطيع القضاء على بعشرات من المقاومين في مخيم جنين رغم الدخول اليومي والجرف والقتل وضرب المدنيين والقاعدات الشعبية وكل شيء فكيف سيكون القضاء على مقاومة بهذا الحجم بهذه القوة في قطاع غزة هذا المنطق لا يمكن أن يفهمه لا يريد أن يفهمه لا يريد أن يصدقه خليني أروح عشان وقت بس عد مني أستاذ فراس أرجع تاني المقال وخلل أستاذ سامر معنا لأنه واضح أن حضراتك تطلعته على المقال في المقال ده بيسأل على ما أتذكر توماس فريدنان بيقول هل اعتراف الدول الأوروبية بإسرائيل هل سيصنع سلام حقيقي وهو بيجاوب على السؤال ده وبيقول نعم ولا وهو المقال كده على ما أتذكره يمكن لو زميلي جابوا للمقال أنا قرأت والعربي يعني ما أعرفش لكن هو قال كده هل سيصنع هذا الأطراف سلام حقيقي بين الدولتين دول ولفت نظرنا إلى أنه الأوروبيين ما بيقولوش إيه حدود الدولة دي ما هي حدود الدولة الفلسطينية اللي اعترفوا بيها اللي هي 67 والقدس الشرقية ولا أحدودها إيه وبيقول هل سيصنع سلام نعم ولا في نفس الوقت ما هو تعليقك على هذا السؤال لأن السؤال ده أنا برضو سألت النفسي بعد كلام حضراتكم في ظل وجود هذه الحكومة المضطرفة وفي ظل إجماع من كل السلسل الإسرائيل على عدم وجود دولة فلسطينية وفي ظل حرصة على القضاء التام على المقاومة الفلسطينية هل اعتراف أوروبا بفلسطين سيصنع السلام حقيقي أستاذ فرأس أنا أعتقد بأن كل ما يجري الآن سوى الاعتراف الأوروبي أو بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطينية المظاهرات العالمية في كل أنحاء العالم وخصوصا في الدول الغربية وأيضا قرار محكمة الدولة العديد الدولية ومحكمة الجنايات كل هذه الأمور وأيضا نقاط أخرى شبيهة كلها عبارة عن إنجازات في طريق طويل متراكم يعني بمعنى لن تنجز هذه الإنجازات ولا يجب أن نكون واهمين بأنها ستحقق نهاية للمشروع الصهيوني اليوم أو غدا أو بعد غد هي عبارة عن إنجازات هائلة ضرورية وكبيرة وغير مسبوقة من لا يدرك ذلك هو لا يدرك حقيقة ما يجري خصوصا في الغرب وفي المحاكم الدولية ولكن هذه الإنجازات الكبيرة هي غير كافية لإسقاط المشروع الصهيوني ولتحرير فلسطين أو حتى لتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة لها حدود وإعتراب دولي وقادرة على الاستقلال عن الدولة الاحتلال الإسرائيلي لكن يجب أن ندرك أيضا نقطة أخرى بأن هذا الطريق التراكمي الطويل لا أحد يستطيع أن يدرك طوله يعني ربما يكون سنتين ربما سنوات ربما عشر سنوات أذكر هنا مثلا تجربة تحدثت عنها الصحفة الغربية كثيرا وهي المظاهرات في الجامعات التي بدأت في جامعة كولومبيا أو حجمها الكبير بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية بدأت مظاهرات شبيهة مثلها في عام 1969 ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وأخذت عقود ربما عقدين على الأقل حتى أصبحت هذه الحركة التي كانت نواتها الأولى أو إحدى نواتها الأولى أصبحت حركة عالمية أدت في نهاية الأمر إلى أن أصبح نظام الفصل العنصري هو عبء على الدول الغربية وبالتالي تخلت عنه حتى الرمق الأخير كانت دول الغرب بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية الكبرى مؤيدة لنظام الفصل العنصري حتى الرمق الأخير ولكنه فجأة انهار نحن نراه أنه انهار فجأة ولكن على طريق هذا الانهيار كانت هناك خطوات تراكمية كبيرة دفع ثمنها دم ودموع وسجون ومظاهرات واعتقالات وكل أنواع التضحيات هذا ما يحدث الآن في فلسطين لم يبدأ اليوم ولكنه ازداد بشكل كبير إذا استطعنا أن نؤرخ لذلك منذ الحرب الأولى العدوانية في عام 2008 و2009 وبدأ يتراكم ويتصاعد وصل دروة كبيرة في عام 2021 وها هو اليوم يصل إلى دروة غير مصبوبة يعني ممكن يصل إلى نتيجة ممكن يصل إلى قامة دولتين أنا أعتقد أنه اليوم الوضع غير مؤهل ليس اليوم يعني بعد المشهور الطويل ممكن نصل إلى نتيجة بعد مشهور طويل هذه النضالات يجب أن تصل إلى مداها ولكن لا أحد يستطيع أن يحدد متى سيحصل متى مش هنحدد متى وسلسط فراص مش هنحدد متى لكن يوما ما سنصل إلى حل الدولتين يوما ما سنصل إلى حل ينهي المشروع الصهيوني كما نعرفه الآن كيف سينتهي لا نعرف ولكن أنا أعتقد بأن يوما ما سينتهي المشروع الصهيوني ولكن ليس حل الدولتين نعم لا ندري ما هو الحل ربما يكون دولة واحدة لكل من فيها ربما يكون طيب يبقى حضرتك باللي قلته ده يا أستاذ فراص خلينا نروح لأستاذ سامر لأن الوقت قلس معايا ولكن النقاش معك أستاذ فراص رائع مع أستاذ سامر أستاذ سامر إذا خذنا كلام الأستاذ فراص وأنا بحترم كلام أستاذ فراص فنحن أمام حالة مختلفة عن جنوب إفريقيا جنوب إفريقيا لم يكن هناك طرف يريد إلغاء الطرف التاني نهائيا يعني نحن أمام بيد متهدين السود ولكن ظهر شخصين دي كليرك ونيلسون منديلا واتفقوا وبعد صراع ومشوار طويل زي ما أقول أستاذ سامر أستاذ فراص انتهى الموضوع بدولة واحدة تجمع البيض والسود الآن نحن أمام صهينا لا يريدين الفلسطينيين وفلسطينيين لا يريدين الصهينا كيف سينتهي هذا المشروع وهل فعل الأطرافات دي ستؤدي إلى حل دولتين أم أنه صعب يعني عزيزي هذا السؤال بحاجة لوقت إجابة طويل يعني تقول أن الوقت على وشاكل إنتاج صحة والاختصار قدر الإمكان أولا هذه الحكومة اليمنية المتطرفة هي هدية للشعب الفلسطيني وقد يستغلب البعض لماذا نقول هذا لأنه يعني برغم كل الجرائم المرتكبة برغم التدمير الذي ارتكب هي سرعت في انتقال القضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه نحن كنا نطالب عن طريق البي دي أس بقطع العلاقات مع دولة الاعتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات نطالب بحق تقيق مصير وإقامة الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني نطالب بالتغيير العالم الدولي بتقبل الرواية الفلسطينية هذه الحكومة خلال أشهر بوجود من كيفيروس مونترات شواؤلة سرعت هذه العملية في أن أصبحت واقعة الآن هناك سحب الاستثمارات فرض وإيضا اعترافات في الدولة الفلسطينية انتقال جوهري ولكن الحركة الصيونية بالتأكيد مختلفة تماما عما حصل في جنوب أفريقيا نحن نتحدث عن جنوب أفريقيا في نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه الآن الحركة الصيونية التجاه الشعب الفلسطيني ولكن الحركة الصيونية هي حركة استيطان كولينيالي إحلالي تحل شعب تحل شعب مكان شعب آخر هم لا يريدون الفلسطينيين بالكامل في هذه الأرض وبالمناسبة خلال هذه السبعون أو ستة وسبعون عاما الماضية كان بيد الحركة الصيونية فرص كبيرة جدا أن تحيا ضمن المحيط الكامل باتفاقات ابتداء باتفاقية كام ديفيد مرورا بأسلو وكافة الاتفاقات أن تحصل على 78% من أرض فلسطين وتقيم ويعترف فيها للأسف كدولة على هذه الأرض وتحقق مطالبات تنتشر اقتصاديا وسياسيا في المحيط بالكامل ولكن هم لا يريدون ذلك هم يريدون المئة بالمئة وأن ينتشروا من فلسطين والفلسطينيين برضو عايزين الماء بالماء الفلسطينيين وصلوا جزء من الفلسطينيين في مرحلة من الماء بقبول بالحل المجحف 22% من عرض فلسطين في الضفة والقطاع وتم توقيع اتفاق اتفاق اوستلو ونظمة التحرير وقعت اتفاقية اوستلو ولكن ما حصل في الفترات الأخيرة أوصل شعب الفلسطيني للقناعة التالية وهذا أنا أقول لا مجال لحل النونتين لسنا في مرحلة حل مع الحركة الصيونية بل بمرحلة مواجهة والحركة الصيونية هي أرادة أن تتوصل الأمور إما نحن أو هم إما الشعب الفلسطيني وإما الإسرائيليين هم أوصلوا لهذه المرحلة بالتالي لا يمكن أيه بس المجتمع الدولي يا أستاذ فراس مش هيرضالك بالحل اللي بيقول أستاذ سامر أستاذ فراس أستاذ محمد هناك مشكلة مارسها خضع لها الفلسطينيون عموما وأعني بذلك القيادات الفلسطينية وهو أنهم شعروا دائما بأنهم مضطرون لتقديم حلول للعالم والحقيقة أن العالم هو الذي يجب أن يقدم حلول للفلسطينيين الفلسطيني هو الذي سرقت أرضه وهو الذي طرد من بلاده وهو الذي يقتل يوميا ويجرح ويعتقل وبالتالي ليس مطلوبا منه أن يقدم حلا يريح مصالح وضمائر الدول الأوروبية الفلسطيني موقفه الوحيد الواجب هو الاشتباك مع الاحتلال هذا هو الموقف يعني أنت مجبرا نعم أنت كشعب تحت الاحتلال دورك وموقفك الوحيد هو الاشتباك مع الاحتلال عندما يقدم لك حل من الاحتلال مجبرا الاختلال لن يقدم حلا يعني لسواد عيوننا أو محبة منه أو يعني منة منه عندما يضطر الاحتلال ليقدم حلا وعندما تضطر الدول الغربية التي تدعم هذا الاحتلال لتقديم حل عندها يجب أن يجيب عليه الفلسطيني لكن الفلسطيني اليوم يجب أن يدرك وهذا الخلال الذي مررنا به خصوصا منذ ابتداء منذ النقاط العشر عام 1974 وخصوصا بعد أوسلو يجب أن ينتهي نحن شعب تحت الاحتلال هدفنا الوحيد هو الاشتباد محال الاحتلال زي ما قال لساس سامر أنا بس عندي في دقيقة لو أترجاكم في دقيقة في دقيقة واحدة الأستاذ أو الأخ توماس فريدمان قال أن الأوروبا الثلاث دول الأوروبيين دول اللي أترفوا بالدولة فلسطين لم يحددوا لو جبتيني المقالبة كتاخيرك هو قال كده بالنص لم يحددوا ما هي هذه الدولة حدود الدولة دي سؤالي بس في دقيقة هل تعتقد أن الخارجية الأسبانية والخارجية الأيرلندية والخارجية النرويجية كانوا قصدين عدم أو كانوا قصدين إغفال حدود هذه الدولة أم أنه مقصودة هو بيقول هو المقالة هو بس لو جبتيني الحطة الله يخليك آه بس تركيزي ينصب دائما على الجانب العملي ده هو اللي بيقول فهل سيؤدي هذا الاعتراب بدولة فلسطينية غير موجودة زاد حدود غير محددة إلى الحل المستدام هل تعتقد أن أيرلندا والكلام على مسؤولة أيرلندا والنرويج وأسبانيا عندما اعترفوا بدولة فلسطين كانوا يقصدوا إغفال حدود هذه الدولة أستاذ فراس سؤال عند حضرتك طبعا بالتأكيد هذه دولة لديها دبلوماسيين ولديها سياسيين لا يمكن أن تصدر قرارا فاقدا لهذه الجزئية دون معنى هي تريد أن تضغط على الاحتلال لحل الدولتين وتضمر في إخفاء حدود هذه الدولتين لأن تترك للمفاوضين الفلسطين يعني مقصودة تتفاق عليها وهذا هو بالمناسبة الموقف المعلن لبريطانيا وأمريكا وهو برأي الموقف المضمر من هذه الدول الثلاثة حتى ولو لم تعلنه هي توافق على مبدأ الدولة ولكن تترك تحديد حدوده للمفاوضات أستاذ سامر سريعا تعليق حضرتك هل ده إغفال العنعمد بالتأكيد العنعمد أولا الشعب الفلسطيني باختصار لو قلت في أكثر من مقال وأكثر من لقاء ليس مجبرا على تحديد حدود الدولة لأنه أصلا دولة الاحتلال لا تحدد دولتها بالتالي لماذا أنا مجبرا أن أقول للعالم كما قال الأستاذ فراس أنا حدودي في حب سيسو سبع وستين أو قرار التقسيم أو إلى آخرين ودولة الاحتلال تريد كل الأرض وبالتالي أنا قلت قبل قليل نحن في صراع مفتوح مع الحركة الصيونية حتى اللي مع المشروع الصيوني بالكامل إذا المشروع الصيوني انتهى يسهل الحديث عن التعايش عن أسالي عن عهودة اللاجئين عن قضايا مختلفة في تلك الفترة يطرح الحل ولكن أنا أعتقد الأوروبيين عندما يتحدثون بدون تحديد هم فعلا يحاولون الاتفاف على الحقيقة لأنهم يؤمنون في تبادل الأراضي بينما الاحتلال أعطاء أراضي ولأسف قيادة الفلسطينية وافقت في مرحلة ما على تبادل أراضي أراضي التي فيها المستوطنات الآن الأراضي الحيوية في الضفة أن تعطى للاحتلال ويعطونا بدلها في النقب أو إلى خريه هذا الموضوع لا يجب أن يفتح لا يجب أن يلاقش نحن مرة أخرى نقول للعالم نحن شعب فلسطيني منذ 1897 منذ مؤتمر بازل الصيوني وحتى هذه اللحظة ندفع أثمان رسكت عن العالم من الحركة الصيونية وضع أخرى الأستاذ سامل عن تباوي الخبيل في الشؤون الإسرائيلية بشكرك جدا يا فندم الأستاذ فراسة أبو هدالي بشكرك جدا يا فندم يعني الحوار والله في القضية دي يحتاج إلى حلقات وحلقات لك إحنا تجوزنا الوقت ب11 دقيقة بعتزل للزمائلي بعتزل لحضراتكم ولكن انتهت الحلقة لحد كده إلى أن نلقاكم غدا وحلقة جديدة من مصر النهاردة تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر